هاد البوقع هادي اولا من بين الاعراض اللي كتكون عناك يكون نقص في الزنك ولا النقص في النحاس هنا اولا كنحاولو نديرو مركبات طبيعية واقنعات طبيعية باش كنقدرو نعلجو هاد المشكيل هادا ثانيا كننضمو التغذية دينا وقبل ما نرجعون هال الشربات اللي هادي نعطيه والعصائر والاقنعات الخارجية ما فيها باس واحد تحليلها على الدم دينا نمشو عند الاختصاصي كذلك الطبيب ديال الجلد باش كنحدو من هاد باش نتأكدو من المشكيل بالضبط فين عنا وكنقدرو نعجو المشكيل يعني بالوصفات الطبيعية وكتكون عنا واحد استشارات طبية وكذلك الاختصاصي ديال التغذية ثانيا بعض المرات كتكون عنا ديك البقعة البيضاء وكنديرو واحد المكوين مربما اسمعناه من الأقاري ولا اسمعناه من عند السيدة اللي مربما ديك المكوين هو يعالجة لان التكوين ديال الجلد ديالي مش اي واحد فينا عنده واحد التكوين ديال الجلد دياله يعني بالطريقة دياله ممكناش احنا نساوي التركيبات ديال الجسم ديالنا وخاصة يعني في النظام الغذائي ليست كلناه كان ديالنفس النظام الغذائي ليست كلناحنا نفس الماء عادين في المتال لانا واحد عنده فيتامين ووحetime الذين يقول تلو اضف الآク mastery نحاولو ما امكن الناس اللي عندو مشكله على البشرات ديالهم أي بقعة الانديو شي مشكل اصفال الكريمات المصنعه من الأحسن إلا إلا باتنا غير دلكن لوجه دينا بشوية دية الزيت البلدية ولا واحد العاصر ديال الليفت ولا العاصر ديال الخزو والعاصر ديال الخيا我們 ناخده غير ما ديالهم ونخلطه مع واحد الكميه ديال الزيت العود ونزديو البشرة دينا هذا ده هذا هذا أحسن محلول يقدار يباتي العوجه ديالنا غادي يعطينا نتيجة فعالة وبدون تخوف أحسن حاجة باش ندلكوهم ونرتبوهم إلا أخذينا غير العدم ديال لابوكا نحاولو نحكوه نديرو عليه واحد القطيرات ديال الحمض باش اللون ديال ما كيتغيرش ونجيوه زبدات الماعز لما كانت عندنا زبدات الماعز نكتافيه بزبدات الكوك الطبيعية اللي كان عارفو المصدر ديالها لما كانت زبدات الكوك نمشيو لزبدات الكاريتي على كينا في لا فارماسي يعني نمشيو ناخدوها من الصيدلية ناخدو هاد المكوين ديال العدم ديال لابوكا ونخلطوه مع هاد الكريمات وخاصة انك تركز بزيب على زبدات الماعز لانه عنده واحد العجاج فعال في هاد المشاكل هادي نخلطو هاد العدم ديال لابوكا وكيكون ككريمة وكمرطيبة وندلكوه بحركة دائرية وندومو عليها في ضرف أسبوع يعني ومع التغذية ومع الشربات اللي غادي نعطيه كيكون علاج فعال مية في المية هادا طائما مستشارة طيبية ربما يكون عنا الفقر الدم يقدر يكون عنا لومونك ديال لوفيق في الجسم ديالنا يقدر يكون الأكسيجين ما كيوصلش عنا للبشرة ديالنا راه إلى غير ذاك يعرفوا المستمعات إذا عندك غير واحد حب شباب مشات لك وبقتك ذاك المنطقة في هالك حولية راه الأكسيجين ما كيوصلش للتمة بعض المرات النساء كتخج لهم ذاك دخينات دخينات يا ذاك البحلحة بالشباب كيكون فيها بيض فوق الجل ديالنا وكيكون خاصة حدا الدورة ديال العين حداري من الاستعمالات بعض الكريمات لأن هاديك دليل عنا أن الكيراتين ديالنا الطبيعية را ما كتخرش على البشرة يعني مسدودة احنا كنديرو كنحاولو نرطبو ذاك المنطقة ونديرو حركة ديال تدليك باش كنحيدو لك الخلايا الميتة باش اللبو ديالنا تنفس أنا بني كنشوفو ذاك البوقعة البيضاء بحل حب الشباب راك بحل حب الشباب ديالنا يعني كتقول لك أنا عندي فوق الجل ديالي أحب الشباب عاديك هاديك دوهون كيراتين طبيعي اللي خصو يخرج فوق البشرة محصور خصنا باش نحلوه ما نحلوش مواد كيموية حداري دائما أولا بالإيبر كي تشير السيدة كتخشي فيها كتخشي الإبرا وكتخشي الأخطاء لا أخطاء ما يمكنش تدر على البشرة ديالنا من كتكون ذاك الحالة هاديك طبيب كي يديرنا واحد الحقنة يعني كتكون رقيقة معقمة يقدر ينفس ذاك الحبوب اللي كتكون مليئة بالكيراتين إلا بغينا إحنا نعارجوها في الدار كنديروا لغير قهوة كحلة مع الماديا اللفت إلا أخدنا الماديا اللفت وحكينا اللفت خدينا الماديا لا وديرنا ذاك الفرارة ذاك القهوة خلطناهم وديرناهم مع ذاك المناطق اللي أولى الوجه كله ماشي مشكل كنحسو بالبشرة دينا بدأت تجبد شوية كنديروا حركة دائرية على ذاك المناطق اللي عنا فيها ذاك الحبوب واللحتها هاد البقاع البيضاء هنا المسائل بسيطة ويمكننا نجنبوا المشاكل اللي نقدروا نتعرضوا لها اشتركوا في القناة